السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي الغنيين او باركوهي فيديو جديد في مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب طبعا يا شباب النهاردة احنا عمين كده فيديو مميز لحبابنا على ان كان في مجموعات اونلاين او كان على قناة اليوتيوب الفيديو للناس اللي دايما تبعت تشتكي من الازمة الكبيرة في الانجلس مستر مبعافش حفظ كلمات انا عندي مشكلة في حفظ الكلمات دايما بفهم جرامر بحلي معك مستر علي والدنيا تمامي اجي عند الحفظ فيه مشكلة احنا النهاردة عايزين نحل المشكلة دي مع بعض ونشوف رجالة افضل طريقة لحفظ الكلمات الطريقة اللي تخليك رئيس ما تنساش ودايما فاكر الكلمات والدنيا عندك تماما بص يابني مشكلتنا ان احنا واحنا صغيرين دايما الكلمات مرتبطة في دماغنا بالتسمية بتاع المستر مرتبطة بالحفظ عشان الدرس المستر بيسمع يعني انا باخد درس مثلا يوم ثلاث انا متعود طول عمري ان انا بسيب طول الاسبوع واجي الاثنين بالليل الثلاث الصبح قبل الحصة بنص ساعة ده لان انا بحفظ يعني واجي احفظ الكلمات وابقى عارف انت الكلام بتاع زمان اجي انزل بالكلمة صف مرة اثنين تلاتة بتاع وانا سرحان اصلا وسمع وانسا فطبعا الطريقة التقليدية دي لو انا اشغال بيها عمني ما احفظ كلمات ما فيش اسمها كده يا شباب انت الكلمات اي حاجة محتاجة حفظ محتاجة تكرار محتاجة ان انا افزل فيها مجهود فملخص انا اعز اقول لك النهاردة ان انت لو جيت طلب منك مثلا في الدرس او في المجموعات معانا تحفظ مثلا نص يونيت 2 مثلا وكلمات يونيت 2 دي عامنا مثلا صفحتين انت مردوم منك طول الاسبوع تحفظ الصفحة ما تستقطرش طلب السنوية عنا كل ما هتحفظ كلمات كل ما اللغة عندك تبقى كويسة انتحان كله بيعتمد على اللغة فانت محتاج منك يا رئيس تعمل ايه اول حاجة هتحاول ان انت وده اهم حاجة عندي بالنسبة لي ان انت تقسم الكلمات دي على كزا يوم يعني انا مطلوب مني هسمع يوم الثلاثة وانا هاجي مثلا من اول بقى الاربع اللي بعدين او هاجي من الاربع احفظ جزء هاجي من الكلمات احفظ جزء هسيب يوم الخميس هاجي الجمعة احفظ جزء تاني هسيب يوم مثلا السبت احفظ كده لازم يقسم مهما كان قدرتك ان انت يا شباب تحفظ كلمات مرة واحدة لازم تقسمك لازم تقسم الكلمات على كزا مرة عشان تعرف تثبت في دماغك لان لماك هدى احفظ الجزء الاولاني انا مش مطالب احفظ بالترتيب اللي موجود دي مثلا صعبة شوية تبدين اعرفها سهلة خلاص ادى بيها لما اجي احفظ كلمة اتعود ان انا انت اكتر انا عندي كلمة اسمها بروتيكت يحمل سهلة في كلمة اسمها دايريكتور مدير او مخرج سهلة رول موديل قدوة ماشي سهلة طب مستر دا في كلمة مع ادى شوية لما تلاقي كلمة مع ادى تحاول تبدأ تقسم الكلمة دي على جزئين لما تلاقي كلمة كبيرة انت عندك كلمة اسمها communication اه مستر انا هبدأ اقسم communication يعني التواصل او اتصال جاء من كلمة اسمها communicate يبقى انا اقسم الكلمة واحفظها كلمة اسمها environment البيئة كلمة كبيرة فيه من الحاجات اللي بتخلي الكلمة تلزم في دماغ الطالب مش ان انا اكتبها كتير دا الطريقة دي تقليدية عشان كده لازم يكون عندك على الموبايل قموص ناطر انت دلوقتي بسهولة جدا تخش على جوجل بلاي هتلاقي خمسين قموص ممكن على فكرة انت على جوجل عدو نفسه انما حاجة على الموبايل فيه حاجة اسمها golden dictionary فيه حاجة اسمها كزا حاجة long made بتنزل بشتغل من غير نت golden dictionary دا وحط الكلمة هينطأها لك فلما اسمع النطق حاول انت انا وحاول من النطق دا استهجة كلمة واكتبها هتثبت في دماغي ببدأ اشتغل طريقة الحفظ المهمة ان انا يا شباب اعتمد يبني على المشتقاط انا هاجي مثلا دا فيه كلمة عندي في الكلمات اسمها employee مستر يعني كلمة employee يعني يوظف يشغل حد يوظف ايه ايه سهلة employee سهلة يوظف فاش حاجة employee حفظتها طب انت تعفى مستر ان نفس الكلمة اللي هي اسمها employee كده لو انا هتطلعها double i employee دا اللي هو الموظف كلمة موظف طب تعفى مستر ان انا نفس الكلمة اللي هي كلمة employee هي لو زودت لها er employer يعني صاحب العمل اللي بيوظف الناس صاحب الشغل employer دا اللي بيوظف الناس يعني دي كان double i دي حاجة اسمها er طب تعرفة مستر ان نفس الكلمة employee اللي انت حفظتها دي ممكن احطي لها مقطع ثابت اسمه employment يعني التوظيف ان احنا نشغل الناس وده بنقول عليه مقطع ثابت ليه ان هو القرر عندي كثير من عندي agree يوافق agreement موافقة enjoy استمتع government يعني يحكم government يعني حكومة environment البيئة development ينمو طب تعرف ان انا ممكن ان فيها بحاجة اسمها un حط ان بتنفي زي هابي ان هابي حاجة اسمها un employment اللي هي اسمها البطلة اسمها un employment فبص انت انا عازك تبص احنا وصلنا لكم كلمة وممكن اوصل لكلمات كتير على فكرة يعني في كلمة اسمها employed un employment يعني متوظف متعين un employment يعني عاطل un employment un employment قابل للتوظيف ينفع يتعين بص يا ابني انا عازك تبص احنا المشتقات ممكن نوصل بكلمة صغيرة توصمني لخمس كلمات سبع كلمات بابسط طريقة لان في مقاطع ثابتة ال ER حط المنت حط ABLE لازم اتعود على المشتقات لان هي بتريح معي فانا عايزة بتبزل موجود في حفز الكلمات يعني ده مفروضة رجالة اخره هي الحصة الفيديو ايه ده مستر طب انا عايز مثلا عندي درس اسمه present perfect المدارع التام ده موجود في نت 1 هاتريس خش على اليوتيوب اكتب مدارع التام مستر محمد ديب هتلاقي موجود يا ابني الشرح اتفرج عليه ايه ده انا مستر سينس وفور والفرق بين هاسجا ده هلا فهم يا مستر ده انا مجاربة بقى في الفيديو بفتح تاك 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 بحل يبقى الانجلش ما بقيتش مشكلته grammar الانجلش بقى مشكلته ان انا احفز فوكان ان انا طول الاسبوع بذاكر فوكان ما ليه الناس ما بتقدمش لي يا جماعة الناس مستوى ما بتحسنش يقول شوية لان هو طول الاسبوع مركز على grammar بيذكر grammar ويحل على grammar ويجي على الكلمات اخر الاسبوع يفكر هاحفز هسمع ايه لازم الفكرة تتمسح لازم ابدأ طريقة جديدة نظام جديد يبقى شغل جديد ابقى عارف ان اللي هيفرق في مستوى حفظ الكلمات بلاش بقى الحاجة القديمة بقى المحفوزة اصلا بقفش احفز لا اصلا بحفز وبانسة وتدماك مخرومة وتراجع رايس مرة اثنين وشوف انت بتعمل ايه وتشوف ايه مشكلتك وقسم الكلمات على كذا يوم وانت وانت الكلمة والكلمة كبيرة قسمها نصين وحاول تشتاك تاخد الكلمة طلع منها ادي واحد اثنين اثنين تلاتة بص اديه كله بقى كده الكلمة الواحدة هتزود يا عام تعالى عام كلمة زي كلمة ينمو او يتطور اهي ينمو او يتطور للسه يلين كلمة اسمها ديفولوب منت ديفولوب منت التنمية او التطوير ديفولوب منت طب ده في دول اسمها ديفولوبت يعني متقدمة ديفولوبد كانترس بتسوي ادفانسد يعني دول كده متقدمة ادفانسد يعني ديفولوبت وفي دول هي ديفولوبينج يعني دول نامية لسه بدان فانت محتاج لازم لقى رايس لازم تزبط نفسك لازم تزبط نفسك في حفز الكلمات اكتر حاجة هتثبت الكام ده في دماغك تمسك الكلمة تحطها في جملة بقى انت راجل نطاقت كتير امبلوي وظف امبلوي موظف امبلوي صاحب العمل امبلوي منت تنظيف انت عملت ريدة مستر وتشتقي حط بقى وبيتعف اشتقي من ده وبيت متعود امت الحاجات اللي بتحول الفعل الصفة او انت بتحوله ان نوين وعمل اشتغل معك مستر تمام مناسب كده ابدأ بقى احاول اعمل جمل اخد يا جماعة الكلمة اللي انا عايز احفظها انا مطلوب مني النهاردة هحفظ عشر كلمة هحفظ عشر كلمة انا يمنون كده عشر كلمات وحاول احطهاك البطالة يبا لما اقول له والله يا عام بصدق ان البطالة اللي انت حفظتها امبلوي من البطالة مالها البطالة دي هي مشكلة خطيرة هي مشكلة خطيرة هي مشكلة خطيرة فين في بلدنا الله عليك يا نجم انت بسكت الكلمة اللي احنا كنا عايزين نحفظها البطالة مشكلة خطيرة في بلدنا تبوص بقى ده الطب بقى ان انت تاخد الكلمة تحطها في جمل بتثبت الكلمة في دماغك بتقوي نفسك جدا في تأليف الجمل وان انت تبقى قوي في القسي كل ده بيعلي اللغة عندك لو انت على القل كل مرة وانت بتذاكر طبقت حاولت ان انت تعمل خمس جمل سبع جمل هتلاقي مستوىك اختلف تماما يا جماعة الكلام ده عن تجربة هو ده اللي فرق في مستوى طلبة كثيرة يعني انسى موضوع ان مش مش طبش على جرامر كويس وانا بفهم منه كويس قوي وبحل على الجرامر حلو جدا وبعد كده عدل الجرامر وشوح للتريكات كل ده بص عمين ندول في دايرة مش اتخرجنا حده هنفضل كويس في الجرامر في الامتحان بيجي كم جملة جرامر ولال جدا امتحان كله لغة اللي هيفرق في مستوىك هي المذاكرة كده هو ده النظام الجديد هو ده اللي انت لغتك تبقى قوية لما تحافظ كلمات وتعرف تدخلها في جمل وتعرف تطبق مرة واثنين وتشتق هو ده اللي هيخلي موضوع كويس فانا عايز الناس يا شباب تبدى تطبق الطريقة دي ناخدها تجربة اسبوع ان ابدى معايا مثلا كلمات يونيت 1 شوف كلمات يونيت 1 موجودة في كتاب جيم في المعاصر في مذكرة مدرس موجودة عندك كم كلمة حفظ هدي نفسنا اسبوع تعال كده اقول لها مستر انا عندي اسبوع اهو وهاجي الاسبوع النهاردة مثلا الخميس هاجي يا مستر الخميس الجاي وهتطبق الطريقة بتاعتك واشوف فرقة معايا قديه ان انا هقسم الكلمات دي على 3 مرات او 4 كل مرة احفظ 20-30 كلمة يعني اقول مستر احفظ 120 كلمة مش مهما لو انت متوسط زودت شوية 150 براحتك لما اجبادت مستر يوم الجمعة هاخد الجدول الاولان ده ادور على السهل لقيت كده مستهل لقيت مقال لقيت كذا كلمة سهلة مستر انا كده حفظتهم والدنيا بالنسبة لي تمام والدنيا مستر بالنسبة لي كويسة جدا جدا حفظت الكلمات دي اللي انا عايزة طب حفظت كويس جدا جدا دخلت كم كلمة في جملة والله مستر وانا بحفظ لقيت كلمة اسمها كجولتز يعني خسائر كلمة اسمها يعني عوض كلمة اسمها تشيت يعني يغشاش او يغش مستر صحيفة شعبية فممكن يقولي مستر اي بوت انا اشتريت مبارح اه تابلويد يعني اشتريت تابلويد بتتكلم عن بتتكلم عن حياة فنان مشهور فيها موضوع كده عن حياة فنان مداد تابلويد غير بروتشيت صحيفة واسعة الانتشارت حاجة رسمية بروتشيت تستخدم اللغة الرسمية يبقى انا مستر حاولت اعمل ايه ده كلمة شيت يغش قولي الراجل ده على فكرة هي وانت هي وانت تشيت يو هو مش هيغشك ده مش اسلوبه يبقى انا عمال امسك الكلمة قلقط في كلمة انا عارفها وحاول اعمل جملة يبقى انا جماعة الفيديو ده انا مركز فيه على كيفية حفز الكلمات وازاي اسهل طريقة الطالب يحفظ فيها الكلمات ملخص الفيديو ده اللي هيمشي بطريقة تقليدية اللي هيحفظ الكلمات ينزلي بيها صف ينزلي صفين ولا هيحفظ حاجة وهينسى وده ما مش بتراجع كأنك ولا حفظ حاجة انما الكلمات تكرار احفظ راجع قسم الكلمات كل كم يوم راجع القديم اللي انت خدته دخل الكلمات في الجمل قوي نفسك في حدة الكلمات اقرى كتير انت كتير جدا خلي كموس ناطق على موبايلك اسمع النطق الصح كرره حاول انت تتعلم تشتق جيب جاده المشتقات كده وخد كلمة واحدة استغل الكلمة دي ممكن يطلع منها سبع تمن كلمات ده مصلحة بالنسبة فارب يا جماعة تكون استفدتوا من الفيديو ده وهنحاول مع بعض انتابع الناس ومستنى رأيكو على الطريقة دي اللي هيعافي جربها ويقول مستر الدنيا مشت ازاي عندك مشكلة في اي حاجة تانية ابعتلي عشان نعملك فيها فيديو وربنا يوفقكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته